سؤال التحسين بس في نفس المضوع كابتا حسين تقولت رأيك طبعا ورأيك طبعا يحترم طب انت قلت لجنة الحكام بالكامل وحنا عندنا دورة بكرة طيب هل هبقى حدي فيه موجود يدير ولا انت قلت تعيين لجنة يا كابتن تعيين لجنة دلوقتي حال مدى السؤال مهم لجنة الحكام اي بقى اه انت بتقول لوقتي هنشيل لجنة الحكامك بالكامل تمام هل انت عندك الاشخاص اللي قدروا في الفترة ديت ينقذوا الدورة زي ما انت بتقول عندنا لو عندك قول لي اسماءهم عندنا كفاءات عندنا سامير عثمان عندنا ياسر عبرقوف عندنا جات جريشة عندنا شريف صلاح عندنا الناس تقدر تنقذ دلوقتي حالا من دلوقتي حالا يستلموا الملفات يا كابتن لو انت بتعمل صناعة كرة قدم لازم لجنة متفرغة لتحكيم كابتن تحسين كل الاسماء اللي ذكرتها ممتازة ولهم خبرات كبيرة وبنحترامهم جميعا احنا مش بنزكي حد على حد على فكرة احنا بس بنتكلم المفروض يحصل ايه الخطوة اللي جاية ايه مع كامل احترام الكل اللي موجودين بس بعد المشهد ده كله خبير اجنابي يا كابتن نصر كابتن احنا بنقول ده دولة يعني دولة لجنة انقذ لفترة معينة خبير اجنابي يا كابتن نصر ايوه من هقول لك كابتن محمد ايوه خبير مش هيجي بكرة اسم محمد خبير مش هيجي بكرة هقول لك خبير اجنابي ييجي ييجي ده مش ييجي لوحده انا على مسئولتي خبير اجنابي بمسئول فار لو قدر ييجي معه مسئول اداري يعني اداري ايه يعني يبقى مسئول على الداتة كلها وتتنظم الداتة كلها من جديد يعمل شغل جديد حتى اللي موجود يتعلم منه مش عيب كابتن يبقى رئيس لجنة حكام اجنبي مسئول فار اجنبي معهم تاني اسسي يشتغل في الناحية الادارية مهم جدا 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 تلاتة على وجه السرعة من النهاردة ولما يطلع لك حد يقول لك انتو كانت تتكلموا في قصة الاجانب ما الانداية هي السبب في اللي حصل ده واللي وصلنا له ده بسبب الموضوع انه في حكام اجانب او خبراء اجانب هم اللي بيجيروا التحكيم تعليق ايه سؤالك مهم جدا جدا وهجواب عليه بكل صراح لا ده البعض يطلع قال لك الحكام مش مسنودة ومحدش بوقف معها طيب الموقف اللي حصل دوت هو احنا الاعلام سبب فيه لا الاندية سبب فيه خالص الاندية قبل الصبر وبقول تاني وقفت مع الحكام وقفة كبيرة جدا جدا دعمته سندت على رسوم النادي الاهلي النادي الاهلي كان اول نادي قال انا مع حكام مصر انما لما النهاردة احصل في اول اسبوع احصل الكارسة دي انا النهاردة انا ليا زنب يا نادي قلمي الزنب ولكن بقول ايه البعض اللي قال اللي الاندية هي اللي عامنا مشاكل للتحكيم مش هقول الكلمة التانية اللي اتقال الكلمة هو اخر رئيس لجنة حكام مصر في التحكيم مش هقول الكلمة التانية طب تعال اقول لك على حاجة وانت صديق ليا وعزيز اشتغلت معاك وطبعا لك كل اللي احتلوم والتقدير كابتون عسام وعفتاح اشتغلنا مع بعض وسافرنا ببعض كحكام وكلجنة حكام كابتون عسام اقولي الاندية لا كابتون عسام انت النهاردة في معسكر حكام النغبة عزيز اقول لك انت ما كانش عندك ادوات تشغل بها اصام ما كانش عندك ادوات تطور بها ده الحكام وانت كنت موجود كان عندك يومين اولا في فوق ما اشتغلش ملعب تعال وريك التطوير لو عندنا لو عندنا التطوير اقول لك التطوير بتعمل ازاي كابتون محمد كابتون عسام ارجوك سيبك من الاندية ما تركس مع الاندية الاندية ليها مجال صدرت والاندية ليها اتحاد كرة هو اللي تكلم مش انت ولكن انت نستفيد منك في تطوير اداة التحكيم اتكلمنا في المشكلة تتعالج ازاي كان نفسي عسام تتكلم في المشكلة ما نروحش بقى الاندية ونقول الاندية سبب ونحط شماعتنا على الاندية اللي حصل النهاردة الاندية لس لها دخل الاعلام لس لها هو دخل عشان الناس تبقى واضحة اللي حصل النهاردة حالة عملت تسريب عملت مشكلة الحكام